معنا من كوكس بازار فراس الخطيب الناطق الرسمي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش أهلا بك معنا سيد فراس يعني مأساة كبيرة يعيشها الروهينغا هل من خطط من قبل الأمم المتحدة للاستجابة لمطالبهم وما الذي يؤخر تنفيذ هذه الخطط حتى الآن طبعا لا شك بأن الأمم المتحدة تعمل جاهدة على الاستجابة لإحتياجاتهم أولا فهم يقطنون في أكبر مستوطنة بشرية للاجئين أكثر من 700 ألف لاجئ من ميانمار أتوا إلى بنغلاديش يعيشون في ظروف صعبة نهيكة عن موسم الأمطار القادم فهم يعيشون في بيوت من قصب البنبو ومن البلاستيك فهم طبعا دائما بحاجة لا يملكون شيئا فالمفوضية وشركاء الأمم المتحدة وباقي الشركاء الإنسانيون يمدونهم بالعون الإنساني هل تم إيصال أي من هذه المساعدات حتى الآن؟ طبعا هم في بنغلاديش منذ شهر آب الماضي هناك حوالي مليون لاجئ والمفوضية وباقي منظومة الأمم المتحدة تموتهم بكافة المساعدات والخدمات الإنسانية والآن نحن بصدد الاستفادة من أراضي جديدة قدمتها حكومة بنغلاديش من أجل تسويتها لنقل السكان المعرضين للخطر في مناطق الجبلية من انهيارات وفيضانات لنقلهم لمناطق أكثر أمم نعم هناك الكثير من الدعوات التي وجهت إلى حكومة ميانمار من أجل تحسين مستوى معيشة الروهينغا وإعادتهم إلى قراءهم التي يهجروا منها هل ترى أي بوادر استجابة من جانب حكومة ميانمار؟ الأمم المتحدة تمارس على الدوام الدبلوماسية وحوار هناك حوار بين كافة الأطراف بنغلاديش وميانمار والأمم المتحدة من أجل وضع خطة لإعادتهم بشكل لائق بشكل يحفظ حقوقهم وكرمتهم ويعودوا طبعا بأمان وبشكل طوعي نعم وهذا الحوار مستمر وأمل أن يؤدي إلى نتيجة في الأسابيع والأشهر القادمة من كوكس بازار فراس الخطيب الناطق الرسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش أنا أشكرك جزيلا على مداخلتك معنا